سهلا الخير عاملين ايه? يا رب اكونوا بخير توقع برج الدلو رابع اسبوع من شهر يونيو 2023 هبدأ بالجانب المهني اسبوع هادئ جدا مهنيا ومستقر يعني المفروض الاسبوع ده هيكون هادئ جدا على موليد برج الدلو وهيكون كمان مستقر ودي من الحاجات الحلوة ياريت نستغل دايما الاسبوع يكون مستقر وهادئ وننضبط في شغلنا باكتر في وقت ممكن ونقدر في الدنيا لما يكون هادئة وريقة كده بتهالي ده بيكون جو مناسب ان احنا ننجز اكتر مهام في العمل ومدام انت وانت قدرت تنجز في وقت زي ده اكيد شغلك هيبان وده يساعدك في ان انت تقدر تترقى او تقدر تطور من نفسك ولو هي ادارة عادلة الادارة يعني او رؤسائك فده ممكن يكون سبب في ان انت تكون في مكان افضل ده غير كمان هرجع ولكو كلمة دايما اللي بقولها انت بتعمل وانت طبعا الكلام ليك وليكي بتعمله صمعة مهنية لنفسكو اعمل صمعة مهنية لنفسك كويسة داخل المكان اللي انت فيه اي ان كان مستوى المكان او اي ان كان حجبه ولكن الصمعة المهنية دي ممكن تنقلك لمكان افضل بكتير وربنا يا رب يوفق الجميع وكمان يديكو الحكمة ويقويكو ندخل بقى عالجانب العاطفي هبدأ بالعزاب فرص اجتماعيات جديدة محدودة ده غير كمان هيكون فيه فرص ارتباط ولكن النسبة الاكبر في فرص الارتباط التقليدي يعني الاسبوع ده هيكون لعزاب برج الدلو النسبة الاكبر الارتباط هيكون صالونات يعني ودي حاجة مش وحشة خالص اهم حاجة ان الشخص يكون مناسب لكي والشخصية يكون مناسبة لكي دي اهم حاجة صالونات حب طبعا الحب بيكون بيخليكو عارفين بعض اكتر ومش غرب ولكن فترة الخطوبة تقدروا تعوضوا بيها ده بالنسبة للجواز الرسمي او ارتباط الصالونات يخليكو تقدروا مدام انتو اديتوا نفسوكو فترة كويسة ومناسبة جدا في الخطوبة تأكدوا ان انتو اتعرفوا بعض اكتر وتقدروا ساعتها بالعقل تحدثوا زا كان هتكونوا مناسبين لبعض وبيتكو يعني هيكون مدني كده على استقرار بنسبة كويسة ولما يكون فيه مشاكل وخلافات هتتعاملوا معها باحترام ورقية وتحضر كل ده هيفرق لما تعرفوا بعض كويس وتركزوا في عيوب بعض تاني وتركزوا في عيوب بعض لان العيوب هي اللي لازم نركز عليها ونشوف عيوب مناسبة لنا ولا لا لأ لان كلنا فينا عيوب ربنا يبعت لكل شاب وشابة الشخصية المناسبة ندخل على المتزوجين والمرتبطين مصالحات من بداية الاسبوع وعودة علاقات من جديد يعني فيه علاقات كانت انفصلت او فيه طلاق او او المفروض ان العلاقات دي هتعود تاني سواء مرتبطين او متزوجين ده غير كمان ان هيكون فيه اوقات سعيدة خلال الاسبوع ده زي ما مكتوب بالظبط استقرار واوقات مفرحة اتمنى لكو ده ياريت دايما نحافظ على الوقت المفرح والوقت السعيد وما ننكشف مشكلة او نفتح موضوع عارفين ان هو موضوع ممكن يدايق والحاجة اللي ينفع نتخطاها ونعديها وكانت مداينا وننساها ننساها ونركز في اللي جاي ونتعلم من اللي فات وربنا يهدي سر كل بيت ويكمل المرتبطين على خير عايز اقول لو فيه فرصة ان انت ترجع للانسان اللي انت كنت مرتبط بيها وانت لو فيه فرصة ان انت ترجعي ليه ليه ما تديش فرصة تانية خصوصا لو متزوجين ولكن لو مرتبطين والمشكلة كانت كبيرة وكانت هي سبب الانفصال ده فبلاش ترجعوا البعض ده بالنسبة للمرتبطين لان المشكلة دي ممكن تكون مؤشر ان انت مش مناسبين لبعض ولكن المتزوجين انتوا عندكوا بيت وفي امر واقع حاولوا حاولوا ان انتوا تلموا الشامل تاني حاول تاني ربنا يهدي سر كل بيت ويكمل المرتبطين على خير ندخل بقى على الجانب العيلي تجمعات عائلية بنسبة كبيرة جدا يعني عائلات موليد بورج الدلو هيجمعوا بنسبة كبيرة جدا خلال الاسبوع ده ويا رب كل عائلة تتجمع على بهجة وسعادة وفرح ومحبة ندخل على الجانب المالي مصاريف من بداية الاسبوع ولكن مصادر مادية تكون سبب في توازن المال يعني في مصادر مادية خلال الاسبوع ده هتكون سبب في التوازن ما بين المصاريف وما بين الماديات او بمعنى صح وضك بالتوازن ما بين المال وما بين المصاريف ربنا يا رب يوسع من رزقه ويا ريت دايما نعرف القرش اللي بنصرفه اهمية الحاجة اللي القرش رايحة فيها وهل الحاجة دي لو ما جيب نهاش مثلا الدنيا هتوقف عليها ولا ممكن عادي الدنيا تمشي وممكن الحاجة دي تتأجل للشهر الجاي فياريت تفكروا وبرضه اقول لكم اللي دايما بقولوا ياريت تعودوا وتعملوا ميزانية عشان تطلعوا المصاريف اللي كان ممكن تتغضوا عنها كل شهر وتعرفوا ايه الحاجات وتعلموا عليها اللي ممكن تتنازلوا عنها لان ده هيفرق معاكم ماديا جدا ربنا يوسع من رزق الجميع صحاب المشاريع بقى ارباح مقبولة على بعض المشاريع هذا الاسبوع يعني الارباح هتكون مقبولة ده اللي قريته بالزبط بس مش على كل المشاريع على بعض المشاريع وهو مش محدد في القراءة اي مجال يعني الراية اللي انا قريتها مش متحدد فيها اي مجال ربنا يوفق صحاب المشاريع ويزيد من ارباحهم ندخل بقى عالجانب التعليمي حزاري من الاستهتار خلال الاسبوع ونتايج مقبولة جدا لطلاب برج الدالو عايز اقول للشباب والشابات اوقع تستهتر بالوقت يظن الكل اللي عندهم تحنات عارفين الوقت ده وقت مهم جدا وقت مندهب ومحتاجين نشتغل عليه كويس قوي عشان نقرب بالنجاح ونجيب النجاح كده بايدنا واول ما هتوصلوا للنجاح سدقوني وفرحة النجاح هتنسيكوا اي وقت كان صعب مرته بيه لازم نتعب عشان نوصل للنجاح وانتوا عارفين الكلام ده واكيد سمعتوه كتير لكن المهم مش في الكلام ده المهم ان انا نفزه ووقت ما توصلوا للنجاح سواء الشباب او الشابات هتعرفوا ساعتها ان الكلام ده كان مهم ودي فايدته فايدة النجاح وفرحته هتنسيكوا اي حاجة وان شاء الله ان شاء الله نجاح لكل الطلبة كمية نجاح في الفترة دي قد قالت في الجانب بالتعليمي اتمنى ان يكون بشرة خير ودي كانت توقع بورج الدلو رابع سبعة من شهر يونيو الفين تلاتة عشرين اعجبكم الكلام ده لا تنسوش ضعبوني بلايك لا او مش مشترك او مشتركة ياريت تشتركوا عشان شوفوا كل جديد من الفيديوهات النوع لو انت او انت اقلوا مرة شوفوني هسوفوا لكم لينك الفيديوهات خذوا فكرة عن الفيديوهات اللي بعملها متشكرا وليكو سلام